رئيس نادي شبيبة الثورة الجزائري قال ايه وقال ان فرقته مستعدة ازاي؟ تعالوا نشوف حمليني مأمون رئيس هذا النادي قال ايه عن استعدادات هذا الفريق لمواجهة النادي الاهلي الكبيرة جدا بكرا ان شاء الله متوجدين في هذه اللحظات طبعا لتخطيطنا اللي خاصة على شاشة قناة النادي الاهلي لمباراة الشبيبة رديها للثورة والنادي الاهلي المصري وهي تاني مباراة النادي الاهلي في دور المجموعات وينضمي لي كمان يمكن لقاء مهم جدا وهو رئيس مجلس ادارة نادي شبيبة الثورة الكابتن حمليلي مأمون براحب بك طبعا في البداية وبنشكركم طبعا كالعادة على الاستقبال وعلى الامور كلها طبعا اللي بتخص للنادي الاهلي مش غريبة على نادي الشبت الثورة مش غريبة على الشعب الجزائري عمد والله من بعد بسم الله الرحيم اهلا بكم في بلدكم الثاني الجزائري لو بتكلم على المباراة والترتبات لهذه المباراة احنا متوجدين طبعا على الملعب الرئيسي حطنا في الاجواء ومدى استعداد نادي شبيبة الثورة الجزائري لهذه المباراة والله شو نقول لك احنا ارى انا غادي لعبو كونتر فارق اللي هو معروف على السحة الدولية واحنا ارى انا بصدد نكتبه تاريخنا تعنا ان شاء الله نكونوا ند الفارق الاهلي اللي هو فارق عريق الجمهور كمان عليه عمل كبير بالنسبة لكو حضور الجمهور والمسندة الخاصة لنادي شبيبة الثورة يعني لو بكلم على الجمهور ممكن يكون متواجد قد ايه في المدرجات هل هتكتمل المدرجات بالنسبة للمورالة بالنسبة لجمهور جمهور الصورة معروف بشغفة للفارق ومسانة الفارق طيلة اطول المباراة مع المجيء تعليق اهلي ان شاء الله الجمهور يكون في الموقع ان شاء الله انا ان شاء الله يكون تقعد مع الاساس خالد الادرندالي وعضو مجلس الادارة وامين السندو وعلاقة طيبة جدا وانتظرينكم كمان ان شاء الله في مصر يعني لو بننقل العلاقة الطيبة دي من الشعب الجزائري وشبيبة الصورة ونادي الآلي بنقول ايه ماشا اه هي في مجل الكورت القدم كانها كاينة ندية بالصحبين الشعبين كان عامل مشتركة ويدينا اللي من الجميع ينكرها ولا احد الحمد لله العلاقات مع الاخوة المصريين رأي في المستوى وان شاء الله هتدوم كمان هكا ان شاء الله عندكم غيابات عندكم اصابات في فريق نادي للشبيبة المباراة الاخيرة اللي هي تأثير عليكم الهزيمة 3-0 في اولى المباريات ولا بمستعديل هذه المباراة زي والله انا كنت كلمت معك في البداية وقلت لك رأنا نصنعه في تاريخ تعنا التاريخ باش تصنعه يليق تبشه ستاب باي ستاب تخسر تعود تدير ماتش نويل تعود ترباح باش تكتب تاريخ يليق دي ساكريفيس ويليق الناس تقبل هزيمة كما تقبل الفوز بصدر رحب المجموعة يمكن صعبة نادي الاهلي والشبيبة وفيتا كلاب وي سيمبل لتنزيل مجموعة صعبة طبعا كناز بتستهين بهذه المجموعة لكن مجموعة صعبة بتشوف المجموعة دي ازاي كما دي مجمعات الموت بس كوف فيها فارقين زوج فارق اللي نشطوا للنهائيات انت على الكون فيدرالية وانت على الشامبيونس ليج اللي هو نادي الاهلي ونادي فيتا كلاب سيمبل اللي هو معروف على الساحة الافريقية اللي متعود على المنافسة هذي اشتركوا في القناة